هل مسمح لنا أن نقول الحركات الإسلامية ولا نقول الحركات المتأسلمة؟ لأن إلى الآن بيصبحوا على نفسهم صورة أو كلمة إسلامية وهم من الإسلام براءة أنا أتفق معك تمام الاتفاق هي حركات متأسلمة أو إسلاموية هي تتخذ من الإسلام شكل وصيغة ولكنها ليست لها علاقة بالإسلام شكلا ومضمونا بل هي أضرت بالإسلام ربما هي أكثر الحركات والتنظمات التي أضرت بالإسلام منذ البعثة المحمدية لا يختلف الإخوان ولا تختلف التنظمات المتطرفة عن كل التنظمات والحركات التي ظهرت على مدار السيرة النابوية وهذه الفرق كالخوارج وغيرها فهي حركات متأسلمة حركات إسلامية صفك دماء يعني كلها حاجات بعيدة خالص عن روح الإسلام بعيدة عن روح الإسلام ومش بس كده وهي أضرت بالإسلام لما يطلع تنظيم متطرف زي تنظيم داعش أو زي حركة الإخوان المسلمين وتقول أنه إحنا الإسلام ثم نفاجأ بأن هذا التنظيم أو ذاك يقتل المسلمين باسم هذا الدين خلينا أقول لحضرتك أنه بعض الإحصائيات خرجت في مصر تحدثت عن زيادة أعداد الملحدين في مصر بعد العام 2011 حتى العام 2013 وزيادة أعداد الملحدين كان أنا عملت دراسة أو بحث في هذا الأمر كان مرتبطا بوجود هذه التنظيمات المتطرفة اللي خرجت على الناس وقالت أن أنا الإسلام ففجئنا بشباب قد تكون علاقته بالدين علاقة بسيطة وسطحية عندما شاهدوا هذه السلوكيات المتطرفة من هذه التنظيمات اعتقدوا أن هذه التنظيمات تمثل الدين فبدلا من أن يكفروا بهذه التنظيمات فكفروا بما تمثلوا هذه التنظيمات وهو بالدين لأن التنظيمات دي زي ما قلت الحضريك في البداية هي خطر ليس فقط على الدولة الوطنية وإنما خطر عن الدين اللي هي لا تمثله بأي صورة من الصور أكيد احنا شايفين في تحذيرات غربية مستمرة من مؤامرات من جماعة الإخوان وبنلاقيها بتطلق من فترة للتانية من قبل الخارج وإحنا كنا متخيلين أن الوضع كان يبتدى يبقى أكثر استقرارا لكن واضح أن التحذيرات المستمرة دي بتؤكد أن الوضع خطرته لا تتغير والموضوع لا يسقط بالتقادم نعم بكل تأكيد هذه الجماعة مدالت موجودة في الخارج مدالت تبس سمومها عبر الأعلام وعبر منصات إعلامية مملوكة لها وربما مدعومة من قبل دول في الخارج هذه الدول قد يكون لها موقف من الدولة المصرية أو تحاول أن تضغط على الدولة المصرية من خلال ما يسمى بجماعات العنف والتطرف والتمرد وحركة الإخوان المسلمين جزء من هذه الجماعات التي يتم استغلالها وبالتالي نحن نفاجأ بمؤامرات وبتآمرات وبسموم ربما تخرج من فم هذه الأفعى بين الوقت والآخر هذه التنظيمات أو هذه الحركة هي موجودة في دول أوروبية للأسف شديد هذه الدول حتى الآن لم تضعها على قوائم الإرهاب وإنما تستخدمها وتستغلها حتى هذه اللحظة وللأسف أيضا هذا التنظيم كان موجودا في بعض الدول العربية وكان يتم توفير رعاية وملاد آمن له وبالتالي فكرة مواجهة هذا التنظيم مرتبطة أيضا بمواجهة بعض الدول التي كانت وما دال بعضها يوفر له حماية وهنا نحن نقول متى ينتهي خطر التنظيم الحماية في سيغة السماح متوجوده؟ طبعا الحماية دي بدعمه وتمويله؟ طبعا الاتنين بالزبط يعني أنا لما أفاجأ أن دولة ما سمحت بوجود أفراد صدرت عليهم أحكام نهائية وبات بالإعدام في قضايا قتل لا علاقة بقتل ضباط شرطة ولا ضباط قوات مسلحة ولا مواطنين وليس مقتل النائب العام المصري ببعيد عزرا المقاطعة هم ضباط الشرطة وضباط قوات المسلحة دول مش مواطنين؟ طبعا بكل تأكيد ولكن احنا بنتكلم عن السلطة التنفيذية يعني أنا أقصد أنهم أشخاص مدنيين مسلمين طبعا طبعا ولذلك هؤلاء أوغلوا في الدماء لما نفاجأ أن الخلية المسؤولة عن مقتل النائب العام في مصر ما ذلك موجودة في إحدى الدول ولذلك يعني أقول وأنا مطمئن لما أقوله أن الدولة لن تفرد في دماء المصريين مهما كان وهؤلاء الذين يتواجدون خارج الحدود المصرية يوما ما سوف يأتون إلى القاهرة وسوف يحاسبوا على جرائمهم هنا احنا بنتكلم على أن الدولة بتواجه هذا التنظيم وتواجه أيضا الدول التي توفر له حماية ورعاية وهنا الهدف بس مش مجرد عقاب هؤلاء المزنبين وإنما أيضا تفكيك هذا التنظيم لأن هذا التنظيم ليس خطر فقط على الأمن القومي المصري وإنما خطر على الأمن القومي العربي والإنساني إنجاب التعبير هؤلاء يمثلون خطرا على فكرة استقلال الدولة الوطنية وأيضا على مفهوم الدولة الوطنية حتى بعد خمسين ومئة سنة ولذلك أعتقد أن الاستراتيجية التي تضعها الدولة المصرية في مواجهة هذا التنظيم هدفها الأساسي هو القضاء على هذا السوس الذي كان ينخر في الدولة المصرية منذ أكثر من خمسة وتسعون عاما عندما أنشأ المؤسس الأول للتنظيم هذا التنظيم خليني أتكلم بلسان من يقوهم زي محررتك بتقول البعض بيشوف أنه ده بيندرج تحت حرية التعبير وده بيندرج تحت التعددية وده بيندرج تحت القدرة على التعبير وأنه يبقى هناك أكثر من رأيي والأفضل والأصلح هو من يختاره الناس هل ده ينطبق أو الأفكار اللي شكلها براق جدا من برا دي ده تنطبق على من يصفك الدماء ومن يصفك في الأرض والناس اللي بتشوء الصف والناس اللي بتفرق ما بين المصريين وما بين بعض هل ده مسموح فيه بحرية التعبير وحرية التعامل هل ده مقبول؟ لا مطلقا ولا ده اعتداء على حرية الآخرين في العيش أنهم يعيشوا آمنين سالمين في وطنهم طبعا أنت تتحدثين عن شكلين من أشكال العنف هناك عنف لفظي وسلوكي يحرد على العنف وهؤلاء قد تعاملوا بهذه الطريقة حملات التحريد أنا وانتي وغيرنا يسمعها ويسمعها كل المصريين من خلال المنصات الإعلامية المملوكة لهؤلاء المتطرفين في الخارج حتى الأكونتات الخاصة يحردوا من خلالها هؤلاء على الدولة وعلى الأشخاص فيما يسمى بالاغتيال المعنوي وأيضا والجنائي لأشخاص تنفيذيين وللدولة ولأشخاص عاديين هذا فيما يتعلق بمفهوم العنف اللفظي والسلوكي والتحريدي والعنف الجنائي هناك عشرات بالمئات الحوادث التي شارك فيها هؤلاء المتطرفين إما تخطيطا لما كانوا موجودين برا أو تنفيذا بعضهم كان موجود في القاهرة ثم هرب إلى الخارج وهذا لا يندرج بأي حال من الأحوال تحت مسمى حرية الرأي هذا عنف يعاقب عليه القانون ويعاقب عليه الدستور من أراد أن يمارس حرية الرأي فليمارس حرية الرأي سواء عبر منصة إعلامية في الداخل والخارج هذا لا يضر الدولة المصرية وليس لدينا معه مشكلة المشكلة الحقيقية ما بين الدولة وما بين هؤلاء أن هؤلاء يحردون على العنف ويحردون على إسقاط الدولة ويمارسون العنف شكلا ومضمونا شكلا من خلال التحريض على العنف ومضمونا من خلال ممارسة العنف على أرض الواقع مش عارفة كلامي حيبقى مناسب إنه يتقال كده على الشاشات ولا خلينا نتكلم من القلب زي ما بنقول هدفهم تعكير صف وحياة المصريين تمرير عشته يعني لما كلما نلاقي حاجة بتتحسن كلما نلاقي حاجة بتبقى أفضل كلما نحس بإنجاز بيحصل لازم تطلع شائعة لازم تطلع هجوم بشكل أو بآخر ما يحسسناش بحلوة الفرحة ما يحسسناش بأن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نعدي حاجة صعبة لسه قدامنا حاجات كتير لسه بنحاول نعملها فمفروض بقى ناخد أمل من قدرنا نعدي لا ما يسيبوني الشنف هو أنا خلينا أقول لحضرتك أن الخير والشر سوف يكون موجود على هذه البسيطة يعني كان منذ قبيل وهبيل وسوف يظل إلى أن يرسوا الله هذه الأرض وبالتالي هذه التنظمات موجودة هذه التنظمات التي تمثل خطاب الكراهية للمناسبة يعني إحنا دول بنلاقيهم في الشارع يعني بعضهم قد لا يمارس العنف الجنائي لكن موجودين ولذلك نحن نقول أن هناك أدوار كثيرة لابد أن يقوم بها باقي المؤسسات زي التعليم والثقافة والفن وخلافه في تهزيب مشاعر الناس حتى لا تنتقل من فكرة ممارسة العنف اللفظي إلى ممارسة العنف السلوكي وبالتالي خطاب الكراهية التي تمثله هذه التنظمات هو موجود هو المطلوب تفكيك هذا الخطاب وتفكيك أيضا هذه التنظمات حتى يزال خطر هذه التنظمات بشكل كامل أنا الفكرة عندي مش هما ليه بيعملوا كده لأنهم أنا قراءتي اليوم هي قراءة صحيحة أنهم طول عمرهم بيعملوا ده وهيستمروا في فعل هذا الأمر هي الفكرة عندي أنني كيف أخترق هذه التنظمات اختراق معرفي في أن أنا أعرفهم معرفة جيدة وبالتالي أدخل داخل ما يمكن أن نسميه بالمكون الثقافي والمعرفي لهذه التنظمات وأدم الخطاب مش البديل الخطاب الأصلي لهذا الخطاب وهنا بتساعدني المؤسسة الدينية في تفكيك مقولات هؤلاء المتطرفين الذين طرحوها من الناحية الدينية وأيضا الدولة تقوم من خلال الأجهزة الأمنية في تفكيك هذه التنظمات من خلال ما يمكن أن نسميه بالمواجهة الأمنية والمواجهة العسكرية عند هذه النقطة سوف يزول خطر هذه التنظمات وتبقى بقايا بسيطة يمكن مواجهتها من خلال النقاش في الإعلام أو من خلال دور تقوم به ودارة الثقافة وبعض الفنون التي تهذب مشاعر المواطنين حتى لا يتعرضوا لخطر هذه التنظمات طيب أستاذ مونير خلينا نقول أنه واحد من الأسباب اللي بسببها جماعة الإخوان الإرهابية ومن هم على شكلتها قوية كان فيه فترة فيها غياب لتقديم خدمات كثير جدا فهم دخلوا للناس من المنطقة اللي كان فيها فراغ بتاع تقديم خدمات وتقديم دعم بعد شوية كان فيه برضو نوع من أنواع اللبس في المعلومات أعتقد أن الوضع طور خالص واختلف تماما بذات فيه نقطتين الخاصة بالخدمات والخاصة بالمعلومات فكرة أن بقاءت المعلومة والأرقام واضحة وصريحة ومعلنة ويتم تدولها في الإعلام طول الوقت فبتدوا يلجأوا بقى لشكل آخر التشكيك في المعلومة والشائعات مع أنه زي ما بنقول الأرقام ما بتجدبش ولما منيجي نقارن نقارن أرقام المعلنة في أجهزة الإعلام المصرية وفي الأجهزة الأخرى اللي قد تكون عين ناقدة على اللي بنقدمه بنلاقي تطابق في الأرقام بيلجأوا هنا بقى إيه للشائعات لأنهم يكسروا مصداقية الأجهزة الإعلامية اللي بتتكلم في الموضوع ده ويكسروا في الإنجاز اللي ممكن يكون بيحصل بشكل أو بآخر طبعا أنا أحييكي أولا على هذا التصور لأنه فيك قراءة عميقة لهذه التنظمات خلينا نقول أن هذه التنظمات منذ نشآتها وهنا لو بنضرب مثال على حركة الإخوان المسلمين التي نشأت في ربيع العام 1928 هي نشأت على جناحي طائر عمل دعوي وعمل خيري العمل الخيري كانت تقدم نفسها للناس الفقراء والمطلقات والمساكين والأرامل على أنها هي التي تمثل الدولة وللأسف الشديد في ظروف سياسية مضت استطاع هؤلاء أن يتجذروا داخل المجتمع المصري هذا انتهى بعد العام 2013 فكانت الدولة قامت الدولة بدورها في رعاية كل المواطنين من خلال الدولة بمؤسستها بوزراء الوزرات المعنية أو حتى بالمجتمع المدني الذي طرعاه الدولة ومن خلال أيضا دور دعوي وأعتقد أن المؤسسة الدينية في مصر أو المؤسسات الدينية المؤسسة الدينية بأفرعها تقوم بدور كبير في تفكيك هذه التنظمات وأعتقد من خلال رصدي بعدما تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة بيومين أو بثلاثة أيام استقبل في القصر الرئاسي شيخ الأظهر ومفتي الضيار المصرية وكأنه كان يقول بعدما تسلم السلطة في العام 2013 أن الدولة لن تستطيع أن تواجه هذه التنظمات إلا بقوة هذه المؤسسة الدينية التي سوف تقوم بتفكيك خطاب هؤلاء المتطرفين هذا ما حدث منذ العام 2013 في أن الدولة تقوم بدور كبير في رعاية مواطنيها فبات دور هذه التنظمات دورا هزليا وباتوا بلا قيمة فضلا عن دور المؤسسة الدينية في مصر برعاية النظام السياسي في مصر فضلا عن الدور الأكبر والأهم هو دور أجهزة الأمن في تفكيك بنية هذه التنظمات أعتقد أن هذه التنظمات لم يبقى أمامها الآن فقط إلا تشويه الدولة ومحاولة إسقاطها وتشويه القيادة السياسية لهذا الوطن لأنهم بيعتقدوا أن في حال تشويه النظام السياسي والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا سوف يمهد لهم الطريق من أجل العودة إلى ما كانوا عليه ولذلك لا بد أن يتحصن المجتمع المصري بفكرة الوعي الوعي هو الحصانة الوحيدة التي يستطيع أن يقف فيها هذا الشعب أمام المؤامرات التي تحاك من هذه التنظمات تجاه هذه الدولة وتجاه القيادة السياسية لأن هدف هؤلاء هو اختراق المجتمع المصري كما كان من قبل أو كما نجحوا من قبل ربما في العام 2011 وتحديداً في العام 2012 إزاي الجماعات المتطرفة دي بتصنع الشائعة وبتثير البلبلة يعني بيبقى واضح جداً للناس لما مش هيقولوا مثلاً إن إحنا دلوقتي في مكان ما مش هيقولوا إحنا في مكان تاني الموضوع هيبقى قائم على إيه؟ أخذ جزء من المعلومة أو جزء من الموقف اختطاع الموقف كده من سياقه وبناء قصة عليه بشكل مختلف يعني إزهار جزء من الحقيقة وتشويهها وإعادة طرحاها بما يتناسب مع استراتيجيتهم بقى وتفكيرهم وأهدفهم ولا بيبقى الكلام كله أي كلام والكلام كله قائم على كذب لا هو طبعاً وقائم كله على كذب ولكن هؤلاء لديهم استراتيجية حتى في الكذب أنت بتكلمي عن تنظيم عمره 95 عام ويمارس السياسة طيلة هذه العقود الطويلة هو استشرى الكذب ومارس الكذب حتى صار الكذب يعني في فهم طبعاً أسلوب حياة وبالتالي هو عارف هو بيعمل إيه وبيعمله إمتى وبيعمله إزاي طبعاً أصعب الكذب هو ما كان فيه جزء من الحقيقة ولذلك أنا بحييك للمرة تانية هم بيخذوا جزء من هذه الحقيقة ويسعوا إلى تشويه هذه الحقيقة ثم إظهارها بصورة مزيفة أمام الشعب المصري أعتقد أن الشعب المصري الآن بات أكثر إدراكاً أولاً لهذه الطريقة التي تستعملها هذه التنظيمات وتحديداً هذه الحركة وأيضاً باتوا أكثر إدراكاً لما يتم على أرض الواقع ولما يشاهده المصريين من إنجازات حقيقية ولذلك أعتقد أن كل ما بدلته هذه الحركة على مدار ربما عشر سنوات كاملة عقد كامل لم يؤثر فيه المصريين وإنما بات كلاماً بلا أي قيمة وبلا أي تأثير لأنها شائعات هذه الشائعات لا أساس لها والحقيقة التي شاهدها وما دال يشاهدها المصريين هي التي تشهد على قوة الدولة وعلى كذب هذه التنظيمات أكيد ربنا يحفظ مصر دايماً وأبداً كل شكر لحضرتك الأستاذ مونير أديب خبير شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي نورتنا وشرفتنا أهلاً وسهلاً بحضرتك شكراً لك كيفاً شكراً لكم